موقف جديد للأطراف الدولية الفاعلة لمساندة شرائية في البلاد يأتي في حالة تزامن وتناسق موحد إزاء الانقلاب وسنده الإقليمي المتمثل بإيران وأذرعها المسلحة في المنطقة إيران مجددا في زاوية الضغوطات الدولية جراء أدوارها التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي هذا ما تقوله التحركات الدولية والضغوطات التي تمارس والإدانات المتتالية من أطراف دولية فاعلة ذات ثقل في القرارات الدولية ومجلس الأمن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهد باتخاذ إجراءات جديدة ضد إيران فيما يتعلق بملف تهريب إيران أسلحة إلى اليمن وكذلك دورها في تكدير الأمن والسلم الإقليمي والدولي بحسب ما قاله وليد فارس مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الخارجية وسيتجاوز ذلك بعرض ترامب على الكونغرس مقترحات في كيفية التعامل مع تهريب الأسلحة إلى اليمن مشيرا إلى أن إطلاق الصواريخ باتجاه البحرية الأمريكية جذب الانتباه للخطر على الملاحة الدولية الإدانة الواضحة للمتسببين بالحرب في اليمن ظهرت مجددا على لسان السفير البريطاني إدموند براون قائلا فلنكن واضحين أن سبب الحرب في اليمن كان نتيجة استيلاء عنيف على السلطة من قبل الحوثيين وعلي عبدالله صالح في إشارة واضحة إلى السبب الرئيس المنتج للمأساة اليمنية الراهنة البيان الختامي للمنتدى العربي الروسي من جهته أكد دعمه وإسناده للحكومة الشرعية ضمن التناسق الدولي والإقليمي الذي يجدد بالإجماع دعم الشرعية في البلاد وإدانة الانقلاب باعتباره انقلابا على السلطة الشرعية وأحد الأدوات الإقليمية لإيران في المنطقة تجديد الإجماع الدولي المساند للشرعية في اليمن في مثل هذا التوقيت من شأنه أن يفتح آفاقا سياسية واسعة للشرعية للمضي في خيارات استعادة الدولة وإنهاء مظاهر الانقلاب الذي شكل تهديدا للسلم اليمني والإقليمي والعالمي اشتركوا في القناة